المحوار واحدة من قرى هذه المدينة تسكنها عشرات الأسر يعيشون تحت خط الفقر معظمهم إذ لم يكن جميعهم فحرب الميليشيا وقفت عائقا أمام أعمالهم حتى لجأ البعض إلى العمل بجمع الحطب وبيعه كي يوفر قوته الضروري لمواصلة العيش نقمة العيش كل واحد يعيشه بالقبل قبله حزمة حطب يبيعه 500 ريال لا تكتشه قوته الضروري ويقول لي يشكله مع أصحاب الحطب يعني يوالف له أسبوعين ما يتوالف حتى قيمة نصف كسبور منهم أن يدين من الدكاكل حتى الآن غارق بالديون ما سددوش من قبل الحرب عام ونصف من الحرب حرم أبناء هذه القرية من أبسط الخدمات وغابوا عن نظر الكثير من المنظمات الإغاثية لذا عمل شباب قافلة التحدي بتوفير القليل من الدعم وتسييره عبر قافلة إغاثية تساهم في تخفيف معاناتهم بتمويل من إطلاف الإغاثة الإنسانية تنفذ اليوم قافلة التحدي مشروع توزيع السلال الأسر الأكثر تضرراً في مدينة تعز الجهات الرسمية بدت غائبة عن تلمس احتياجات هؤلاء البسطاء واستشعار المسؤولية التي تقع على عاتقها تجاههم إذ يتساءل السكان هدى إلى متى ستظل الحكومة الشرعية غائبة عن قرية المحوار وآخواتها حمزي أمين قناة بلقيز تعز ترجمة نانسي قنقر شكراً ترجمة نانسي قنقر كل بتifying